تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عسر اليوم مكلمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تمين بن حمد آل ثاني استفسر خلالها عن الجهود التي تبذلها الجزائر لتصدي الانتشار جائحة كورونا وجدد بهذه المناسبة استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلب على هذه الجائحة كما عربا لسيد الرئيس عن خالص تهانه بحلول شهر رمضان وتمنياته للشعب الجزائري بمزيد من النمو والتقدم والازدهار وبدوره عبر سيد رئيس الجمهورية عن شكره وتأثره بهذا الموقف الأخوي الذي يدل على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين شعبي البلدين وبدله تهاني الصادقاء بالشهر الفضيل كما تمنى لشعب القطري الشقيق رمضانا كريما في ظل المزيد من الرقي والتقدم متضرعا إلى العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية قاطبة باليمن والخير والبركة